أعربت الحكومة الكورية عن رفضها لما جاء في التقرير الدبلوماسي السنوي الرسمي الذي أصدرته وزارة الخارجية اليابانية اليوم الثلاثاء والذي قررت فيه توكيو إدعاءاتها بملكية جزر دوكدو الكورية وفي بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية اليوم قالت سيول إنها تحتج بشدة على التكرار للدعاءات الزائفة بشأن جزر دوكدو حيث إنها أراضي كورية جنوبية وأن كورية الجنوبية تبسط عليها سيادتها تاريخيا وجغرافيا ووفق القانون الدولي وتطالب بشدة بالتراجع عن تلك الادعاءات فورا وجددت الحكومة الكورية موقفها الثابت الداعي إلى المواجهة الصارمة لأي نوع من الاستفزازات التي ستشنها الحكومة اليابانية بشأن جزر دوكدو وفيما يخص دعوة اليابان للحكومة الكورية إلى حل القضايا المتعلقة بتقديم تعويضات لضحايا الاسترقاق الجنسي والعمل القصري حثت سيول الحكومة اليابانية بشدة على اتخاذ إجراءات وفقا لروح المسئولية والاعتذار والندم التي أعربت عنها في بيان كونو في عام 1993 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة